السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي. أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس الهندسة بيتكلم على نتائج المسلس المتساوي الساقين. النهاردة هناخد نتائج مهمة أوي بتتكلم على المسلس المتساوي الساقين. عايزين في آخر الدرس نكون نقدر نستنتج يا ترى إيه هي النتائج الموجودة على المسلس المتساوي الساقين؟ وعايزين كمان نقدر نتعرف على محور التماثل وعايزين كمان نقدر نحل التمارين بمهارة. هنبتجي من عرضها نتكلم على نتائج المسلس المتساوي الساقين. عندي على المسلس المتساوي الساقين تلات نتائج مهمة جداً. التلات نتائج دول مرتبطين ببعض الارتباط جميل جداً. طب نشوف مع بعض أول نتيجة بتقول إيه؟ أول نتيجة بتتكلم على متوسط المسلس. متوسط المسلس المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ينصف زاوية الرأس ويكون عمودياً على القاعدة. النتيجة هنا بتتكلم على ثلاث حاجات. أول حاجة متوسط المسلس. وتاني حاجة تنصيف زاوية الرأس. وتالت حاجة إن أنا في عندي عمود على القاعدة. تعالوا نشوف الرسمة مع بعض كده. أنا مرسومة عندي هنا ألف بهجيم مسلس متساوي الساقين. عندي الضلع ألف بي يساوي الضلع ألف جيم وعندي كمان الألف دال اللي احنا رسمينه ده متوسط زي ما احنا شايفين الرسمة كده اللي موجودة عندي هنا في الشكل عندي المسلس ألف بي الجيم وعندي الضلع ألف بي يساوي الضلع ألف جيم وعندي القطعة المستقيمة ألف دال دي متوسط فيه المسلس طالما في عندي متوسط وعندي مسلس متساوي الساقين المتوسط ده هيعمل حاجتين مهمين جداً هيكون عمودي على القاعدة وهي منصف زاوية الرأس يعني الألف دال ده ينصف زاوية به ألف جيم الألف دال ينصف زاوية به ألف جيم يعني إيه ينصف الزاوية؟ من يقولي يعني إيه شعاع ألف دال ينصف زاوية به ألف جيم؟ برافو يعني قياس زاوية به ألف دال هتساوي قياس زاوية جيم ألف دال منصف الزاوية يقسم الزاوية إلى زاويتان متساويتان في القياس يبقى أي معنى أنه ينصف الزاوية؟ إذا قياس ذاوية بها ألف d هتص полез قياس ذاوية جين الك 대 الحاجة التانية اللي هيعملها المتوسط إنه هو هيكون عمودي على القاعدة يبقى أنا في عندي ثلاث حاجات أساسية أولا معنى متوسط يعني بيونصف القاعدة ومعنى متوسط مرسوم من رأس المسلس متسوي السقيم يعني عمودي كمان على القاعدة وثالث حاجة يونصف زاوية الرأس يبقى هو عمودي على القاعدة وينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس هم دول الثلاث حاجات الأساسيين اللي بيتكلموا عنهم الثلاث نتائج اللي إحنا هناخدها النهاردة. أنا هديكوا واحدة من الاثنين وإحنا بنستنتج الحاجتين الثانيين. يعني ايه معناك كلام دا؟ يعني معناك لو أنا قلت أن الألف دال ده عموج على البيه جيم إذن دال هتكون في منتصف البيه جيم وإذن ألف دال هل كنصف ذاوية بيه ألف جيم. ولو أنا قلت أن أنا عندي الألف دال شعاع ينصف ذاوية بيه ألف جيم معنى أنه لازم يكون عموج على القاعدة وينصف القاعدة يبقى عندي عموج على القاعدة ينصف القاعدة ينصف زاوية الرأس ثلاث حاجات أساسية اللي بيكلموا عنهم الثلاث نتيجة تعالوا شوف النتيجة التانية النتيجة التانية بتتكلم على هبدأ هنا بمنصف زاوية الرأس طالما بدأت بمنصف زاوية الرأس هيتفضل عندي إيه ينصف القاعدة وعموج على القاعدة برافع ليكويب إحنا عندنا اتنين ينصف واحدة عمودي ينصف زاوية الرأس ينصف القاعدة وعمودي على القاعدة ايجي المسلس بتاعي احنا رسمينه برضو مسلس متساوي الساقين عندي هنا الالف دال ينصف زاوية به الالف جيم في الشكل المقابل المسلس الالف جيم فيه الالف به يساوي الالف جيم والف دال ينصف زاوية به الالف جيم طالما في عندي شوعة ينصف زاوية في المسلس متساوي الساقين هيبكون إيه وأسمع بقى برافو عليك وهيكون عمودي على القاعدة وينصف القاعدة إذن أول حاجة دال هتبقى في منتصف القطع المستقيمة بهجيم يعني البيه دال هتساوي جيم دال يعني لو أنا عندي البيهجيم ده طوله 10 سنطي يبقى البيه دال 5 والدال جيم 5 ثاني حاجة هيكون عندي ألف دال عمودي على بهجيم يبقى نلاحظ النتيجة التانية مرتبطة بالنتيجة الأول إحنا خدنا النتيجة الأولانية بدأنا بالمتوسط اللي هو ينصف القاعدة ووصلنا أنه ينصف زاوية رأس وعمودي على القاعدة هنا بدأنا بالمتوسط في زاوية الرأس استنفقنا أنه ينصف القاعدة وعمودي على القاعدة يبقى إحنا دايما في كل النتيجة بنبدأ بحاجة ونستنتج الحاجتين التانية النتيجة التالتة أكيد هتبقى تتكلم على العمودي المستقيم المرسوم من الرأس المسلس المتساوي الساقين عموديا على القاعدة ينصف كل من القاعدة وزاوية الرأس يبقى هينصف هنا القاعدة وهينصف زاوية الرأس لأنه هو مرسوم عمودي أجي عندي الألف دال عمودي على البيهجيم الألف دال ده هينصف زاوية بها ألف دال وهيكون دال في منتصف القطع المستقيمة بهجيم في الشكل المقابل ألف بهجيم مسلس فيه ألف به يساوي ألف جيم وعندي كمان ألف دال عمودي على القطع المستقيمة بهجيم يبقى في عندي هنا مسلس متساوي السقيم وفي عندي إيه كمان وفي عندي عمودي على القاعدة بهجيم طالما في عندي عمودي وينصف يبقى إذن هينصف زاوية الرأس نكمل مع بعض يبقى عندي دالة منتصف القطع المستقيمة بهجيم وعندي كمان ونحن قلنا معنا النقطة في المنتصف يعني بالضبط هتقسمها الجزئين متساوين يعني البيهدال هتساوي جيم دال الحاجة الثانية إنها تنتج عندي إن قياس زاوية به ألف دال هتساوي قياس زاوية جيم ألف دال تعالوا ناخد بقى تمرين على التلات نتائج يبقى الثلاث نتائج دول مرتبطين ببعض بإيه؟ الثلاث نتائج بيتكلموا على المتوسط المرسوم من رأس المسلس المتساوي بالساقين يكون عموديا على القاعدة وينصف القاعدة كذلك المتوسط دوت هي منصف زاوية الرأس يبقى احنا بنتكلم على منصف لزاوية الرأس منصف للقاعدة وعمودي على القاعدة دول الثلاث حاجات الأساسين أنا هقول منهم في المسألة حاجة واحدة وانتوا هتستنتجوا الحاجتين التانين تعالوا نشوف يا طرح ناقلين ايه في المسألة دي؟ في الشكل المقابل ألف بهجيم مسلس في ألف به يساوي ألف جيم يعني في عندي هنا مسلس متساوي الساقين والنتائج دي لا تنطبق إلا على المسلس المتساوي الساقين فقط ومديني كمان للألف دال عمودي على بهجيم يبقى احنا بدأنا هنا بالعمودي طبع ما في عندي عمود مرسوم من رأس المسلس المتساوي الساقين هيبقى عمودي على القاعدة وينصف زاوية الرأس برافو عليك وعمودي على القاعدة وينصف زاوية الرأس وكمان مديني قياس زاوية بها ألف دال تساوي 30 درجة مديني البيجيم يساوي 10 سنتيمتر وطالب مني إن أنا أجيب طول القطع المستقيمة دال به وعايزة كمان أجيب قياس زاوية جيم ألف دال وعايزة أثبت أجيب مساحة المسلس ألف بي جيم يعني المسألة هنا فيها ثلاث حاجات أنا عايزة جيمهم عايزة جيم طول القطع المستقيمة دال به وعايزة جيم طياز زاوية جيم ألف دال وعايزة جيم مساحة المسلس ألف بي جيم مين فيكو فاكر يا ترى مساحة المسلس بتسوي إيه إيه القانون اللي أنا بجيب منه مساحة المسلس برافو مساحة المسلس تسوي نص القاعدة في الارتفاع يعني شو نقدر أجيب المساحة لازم يكون عندي طول القطع المستقيمة بالجيم ولازم يكون عندي كمان طول برافو طول العمود الألف دال العمود اللي بيبقى عمودي على القاعدة يعني أنا هاخد هنا القاعدة بالجيم يبقى لازم يكون العمود بتاعي هو ألف دال لأن شرط أن أنا يكون عمود يعني لازم يكون عمود على الضلع اللي أنا هشتغل عليه هنبدأ مع بعض نحل المسألة هنبدأ المسألة إزاي مين بقى هيبدأ يقول لي يا ترى هنحل المسألة إزاي برافو لازم أول ما نبدأ في أي مسألة هندسة نقول اسم الشكل اللي إحنا هنشتغل عليه ونقول كمان إيه الحاجة اللي إحنا نقدر نستفيد منها من الرسمة أو من المعطيات المسألة اللي عندي هنا اسمه إيه اللي إحنا هنشتغل عليه هنبدأ شغلنا عليه إحنا في عندنا كذا مسألة في الرسمة إنما المسألة الرئيس اللي أنا هشتغل عليه هو المسألة ألف بي جيم ما له المسألة ألف بي جيم رابو المسألة ألف بي جيم فيه الضلع ألف بي يساوي الضلع ألف جيم وفي إيه كمان وفي عندي ألف دال عمودي ألف بي جيم ممتاز جدا يبقى أول ما يكون في عندي مسلس متساوي الصقين وفي عندي عمود هاستنتج إن من العمود دوت العمود هيكون بينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس تعالوا نكتب الكلام ده مع بعض يبقى بما أن ألف بهجيم مسلس فيه ألف ده يسوي ألف جيم وألف ده العمود على بهجيم إذن ده المنتصف القطع المستقيمة بهجيم طب إحنا كان عندنا طول البيهجيم مرسوم على الرأس ما عندي كم سنطين؟ عندي البيهجيم عشر سنطين يبقى البيهدال هتساوي جيم دال كل جزء فيه النصف الضلع طبعا هيساوي خمسة سنتيمتر وأنا كده جبت المطلوب الأول طب تعالوا نشوف يا ترى هل هنقدر نجيب قياس زاوية جيم ألف دال؟ هو مديني هنا قياس زاوية به ألف دال تساوي تلاتين درجة وإحنا قلنا إن طالما في عندنا عمود مرسوم من رأس المسلس متساوي الصقين هينصف القاعدة وهيعمليه كمان في زاوية الرأس برافو هينصف زاوية الرأس إذن قياس زاوية به ألف دال هتساوي قياس زاوية جيم ألف دال هتساوي تلاتين درجة طبعا في عندي زاوية قياسها تلاتين درجة هقدر استفيد إيه؟ هلقدر أجيب يا ترى طول ألف دال أو طول ألف به أو طول به جيم لو إحنا بصينا في المسلس ألف به دال المسلس ألف به دال المسلس ده مسلس قائم الزاوية وفي زاوية قياسها تلاتين درجة إحنا خدنا إيه مرتبط بالزاوية تلاتين والمسلس القائم؟ ممتازين طول الضلع المقابل للزاوية تلاتين في المسلس القائم يساوي نصف طول الوطر يعني الوطر هيبقى قد الضلع المقابل للزاوية تلاتين كم مرة؟ مرتين زي ما إحنا كاتبين كده إذن الألف به هيساوي اتنين من البيه دال يعني هيساوي اتنين في خمسة يساوي عشرة سنتيماتي بقى أنا كده أقدرت أجيب طول البيه دال طلع خمسة سنتيم وده أجيب كمان طول الألف به طلع عشرة سنتيم طب يا ترى هل هقدر أجيب بقى طول الألف دال؟ ده اللي إحنا عايزين نشوفه مع بعض إحنا محتاجين نجيب طول الألف دال عشان نقدر نجيب مساحة المسلس أجي الرسمة بتاعتي الواب رافو عليكم أنا عندي المسلس ألف دال به ده قائم الزاوية في دال وعندي الألف به جبناه طوله عشرة سنتيمتر وعندنا البيه دال جبناه خمسة سنتيمتر يبقى عشان نقدر نجيب طول الألف دال لازم نلجأ لمن؟ ممتازين نلجأ لنظرية في سغرس أول ما يكون عندي مسلس قائم في وطر معلوم وفي ضلع معلوم أو في ضلعين معلومين والوطر مجهول ما فيش قدام يقدر يحلل المشكلة حتى الآن إلا نظرية في سغرس جات نظرية في سغرس بتقول لي إيه؟ بتقول لي أن مربع الوطر يستوي مجموع مربعي ضلعي القائمة طب أنا إيه المجهول اللي عندي هنا؟ هل يترى الوطر مجهول؟ ولا الضلع هو اللي مجهول؟ ممتازين هو اللي مجهول هنا الألف دال ده ضلع طب أنا بعرف من إيه إن ده مش وطر؟ لأن الوطر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة والمثلث ده قائم الزاوية في دال إذن الوطر بتاعه هيكون ألف ده ممتازين نبتعني نشوف بقى لما إحنا نحب نجيب الألف دال الألف دال هيساوي علشان نجيب طول الضلع باخد الجزر التربيعي لمربع طول الوطر ناقص مربع طول الضلع الآخر معنى كلمة مربع الضلع يعني الضلع قصة 2 طالما أنا ما جول عندي ضلع يبقى بربع الوطر اللي هو ألف به قصة 2 ناقص مرافو عليكم بهدال قصة 2 هنحط علامة الجزر التربيعي وهناخد ألف به قصة 2 ناقص بهدال قصة 2 اللي هو هيساوي 10 قصة 2 ناقص 5 قصة 2 هيساوي 5 سنتيمتر طالما قدرت أجيب طول الآلف دال وأنا عندي أصلا طول البيهجيم هل أقدر دلوقتي أجيب المساحة ولا ما أقدرش برافو نقدر نجيب مساحة المسلس مساحة المسلس هتساوي نص القاعدة في الارتفاع يبقى هنا دي 5 جزر التلاتة هنجيب المساحة هتساوي نص في القاعدة اللي هي طولها 10 سنتيمتر في الارتفاع اللي احنا لسه جايبينه طوله 5 جزر التلاتة يبقى هتساوي نص في عشر خمسة وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين جزر تلاتة سنتيمتر مربع وطبعا المساحة وحدة مربعة احنا كده بنكون قدرنا نجيب مساحة المسلس وكمان قدرنا ان احنا نجيب أطوال الأضلاع المجهولة في المسلس عن طريق نتائج المسلس المتساوي الساقي طيب هنتكلم دلوقتي بقى على حاجة مهمة جدا بتنطبق على المسلس المتساوي الساقين وعلى بعض الأشكال الكتير قوي اللي احنا ممكن ندرسها حاجة اسمها محور تماثل القطعة المستقيمة قبل ما نتكلم على محور تماثل القطعة المستقيمة هنتكلم على محور التماثل عماتان محور التماثل ده بيبقى عبارة عن خط بيقسم الشكل اللقصادي لنصفين متطابقين تماما طيب يا طرح لو انا عندي قطعة مستقيمة نفكر مع بعض كده يا طرح ازاي هيكون ليها محور تماثل هل يا طرح احط خط كده عند اول القطعة واقول ان ده محور تماثل ولا حطه في نص القطعة ولا حطه في طلت القطعة اه برافو معنى ان هو محور تماثل يعني هيقسم للشكل النصفين متطابقين يعني هيبقى عمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يبقى اذا لما نجي نتكلم اجي عندي القطعة المستقيمة بهجيم واجي عندي المستقيم لم المستقيم لم ده مرسوم عمودي على البهجيم من منتصف البهجيم يبقى في الحالة دي اقدر اقول على المستقيم لم ده محور تماثل القطعة المستقيمة بهجيم يبقى هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها إذا كان المستقيم لام عمودي على القطع المستقيمة بهجيم ودال بتنتمي للمستقيم بهجيم بحيث أن دال في منتصف القطع المستقيم بهجيم يبقى أنا في عندي شرطين أساسيين عشان يكون في عندي محور تماثل لازم يكون في عندي عمود ولازم يكون في نقطة في المنتصف بتمر بالعمود دال يبقى هنا عندي اللام المستقيم لام مر بنقطة دال وهو عموج على القطع المستقيمة بهجيم وده فيه منتصف بهجيم يبقى في الحالة دي أقول أن الام هو محور تماثل القطع المستقيمة بهجيم هل يضطر القطع المستقيمة بهجيم دي ممكن أرثم لها أكثر من محور تماثل؟ لا طبعا أي قطع مستقيمة بيكون لها محور واحد فقط مرسوم عموج عليها من منتصفها في خاصية مهمة أوية نتكلم كمان عنها الخاصية دي بتحلل كتير أوية من المثال بيقولي تعالوا نشوف مع بعض كده لو إحنا عندنا البيهجيم دي قطعة مستقيمة وعندي المستقيم لام محور تماثل لها وخدت على محور التماثل ده نقطة اسمها سين وصلت السين بالبيه وصلت السين بالجيم وعندي كمان نقطة اسمها صاد وصلت برضو الصاد بالبيه والصاد بالجيم يطرق تفتكروا إيه هتكون العلاقة ما بين البيه سين والجيم سين رفع عليكم هيبقوا متسويين طب يطرق هي متسويين لأننا فيه لو أنا خدت المثلث سين به دال والمثلث جيم سين دال هلأ إن المثلثين دول فيهم لان سين دال ده ضلع مشترق وعندي دال به تسوي دال جيم وعندي كمان قياس زاوية سين به سين دال به تسوي قياس زاوية سين دال جيم تسوي 90 درجة إذن المثلثين دول مسلثين متطبقين يبقى نقدر تثبت إن السين به هتسوي سين جيم عن طريق تطابق المثلثات وبالتالي هيكون الصد يسوي صد جيم بنفس الطريقة طيب نشوف مع بعض بقى احنا بنقول إيه بنقول إن أي نقطة تقع على محور تماثل قطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفيها يعني إيه على بعدين متساويين من طرفيها زي ما انتم شايفين على الرسمة كده أنا وصلت نقطة سين بنقطة الطرف الأول من القطعة المستقيمة اللي هو به وصلتها بالطرف الثاني اللي هو جيم هينتج إن سين به تسوي سين جيم إذا كان المستقيم لام محور القطعة المستقيمة بالجيم وسين وصاد بتنتمي للمستقيم لام إذن سين به تساوي سين جيم كذلك من المتساوي برافو عليك وكذلك صادب هتساوي صادب ممتازين جداً يا سنة تانية الخاصية دي في غاية الأهمية لأنها بتحليلي مسائل كتير جداً يبقى أنا أول ما أقول إن أنا في عندي محور تماثل لقطع مستقيمة على طول هيكون أي نقطة عليه بتبعد عن طرفي القطع المستقيمة أبعاد متساوية كيف عكس الخاصية اللي احنا قلناها؟ يقولي لو أنا عندي نقطة على بعديد متساويين من طرفي القطع المستقيمة لازم النقطة جي هتكون بتقع على محور هذه القطع المستقيمة يعني إيه؟ أجي الرسمة معي هي لو أنا أدت لكم البيهدان جي قطع مستقيمة وجيت رسمت سين عمود عليها من منتصفها رسمت عمود إبقى إذن السين بي والسين جي متساويين يطرع نقطة السين جي طرعاً سين بي وسين جي متساويين لازم نقطة السين تكون بتقع فين؟ رفو تكون بتقع على محور تماثل القطع المستقيمة بهجي تعالوا نشوف كده التفاصيل بتاعتنا إحنا عندنا هنا نقطة سين بتقع بحيث أن سين بيهت وساوي سين جي طرعاً لما سين بيهت وساوي سين جي إذن سين بتنتمي لمحور تماثل القطع المستقيمة بهجي اللي هو مرسوم عندي اسمه إيه؟ المستقيم لين؟ رفو عليك بسانة تانية يبقى نشوف الحاجة المهمة كمان اللي هي بتقول محور تماثل المسلس المتساوي الساقين يطرع من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده كله اللي سبق قلناه تفتكروا محور تماثل المسلس المتساوي الساقين ده هيكون مرسوم منين؟ لفين؟ رفو عليكم هيكون مرسوم فعلاً من رأس المسلس المتساوي الساقين وهيعمل ليه في القاعدة بتاعته؟ ممتازين هيكون عمودي عليها وينصفها يبقى محور تماثل المسلس المتساوي الساقين؟ هو نفسه المتوسط المرسوم من رأس المسلس المتساوي الساقين وهو نفسه العمود المرسوم من رأس المسلس المتساوي الساقين وهو نفسه منصف ذاوية الرأس في المسلس المتساوي الساقين طب تفتكروا لو أنا رسمت خط مستقيم أو قطعة مستقيمة من أي رأس أخرى غير رأس المسلس المتساوي السقين هل هيعدد محور تماثل؟ برغم عليكم مش هيبقى محور تماثل لأن الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها المستقيم المرسوم من الرأس عموج على القعدة وينصفها هو في حالة أنه يكون مرسوم من رأس المسلس المتساوي السقين طيب يبقى احنا عندنا هنا المسلس المتساوي السقين ليه كم محور تماثل؟ له محور تماثل واحد فقط وهو المستقيم المرسوم من رأسه عموديا على القعدة تعالوا نشوف كده مع بعض آدي عندي المسلس ألف بيجي فيه المحور التماثل بتاعي والمستقيم ألف دين اللي مرسوم من رأس المسلس المتساوي السقين عموج على القعدة وينصفها برافو عليك بي سنة ثالثة بي سنة ثانية نكمل مع بعض في الشكل المقابل المسلس ألف بيجي فيه ألف بي يساوي ألف جيم وألف ديل عمودي على بيجي إيه اللي هينتج؟ برافو هينتج أن أنا عندي المستقيم لمدة محور تماثل المسلس ألف بيجي نكمل مع بعض فيه ملاحظة مهمة جدا جدا دلوقتي إحنا عارفنا إيه هو محور تماثل المسلس المتساوي السقين؟ طب نفتكر مع بعض يا ترى المسلس المتساوي الأضلاع هيكون لي كام محور تماثل؟ برافو المسلس المتساوي الأضلاع له ثلاث محاور تماثل لأن لو نقدر ترسم من كل رأس من رؤوس المسلس المتساوي الأضلاع مستقيم عمودي على القاعدة وينصفها هنلاقي إن إحنا لنا ثلاث محاور تماثل لأن جميع الأضلاع بتاعته متساوي وبالتالي أي عمود مرسوم من رأس المسلس المتساوي السقين ينصف اقضلع المقابل ليه هيعد محور تماثل للمسلس يبقى المسلس المتساوي الأضلاع له ثلاث محاور تماثل طب ومسلس المختلف الأضلاع يكون ليه كم محور تماثل؟ بالضبط ليس لهم محاور تماثل لأن ما فيش عندي فيه أضلاع متساوية وإحنا اتفقنا أن محور التماسل ده بيقصب الشكل لشكلين متطابقين تماماً طب نشوف مع بعض نفتكر مع بعض كده يا ترى يبقى المسلسة مختلفة الأضلاع ليس لهم محاور تماثل طب نفتكر كده يا ترى لو أنا رسمة دايرة هيكون لها تم محور تماثل برغو لي عدد لا نهائي من محاور التماسل المربع والمستطيل كل شكل من الأشكال دي أقدر أقول أني ليها محور تماثل وبنقدر نشوف عدد محاور التماسل بحيث أنه هو يكون بينفز للشرط بتاعه وبيقصم الشكل إلى شكلين متطابقين بنكون كده إحنا خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة إحنا قدرنا النهاردة نعرف إيه هي نتائج المسلسة متساوصقين وقلنا مع بعض أنها بتتكلم على ثلاث حاجات أساسية إن إحنا بنتكلم على تنصيف زاوية الرأس تنصيف القاعدة عمودي على القاعدة أنا بذكر واحدة بس خاصية منهم وإحنا بنستنتج الخاصيتين التانيين ومعنى أنه هو يكون مرسوم من الرأس ينصف القاعدة إذن ده اسمه متوسط يبقى المتوسط للمرسوم من الرأس المسلسة متساوص سقير يكون عموديا على القاعدة وينصف زاوية الرأس الحالة التانية إننا نبدأ بمنصف زاوية الرأس منصف زاوية الرأس يكون أيوة رفعليكو يكون عموديا على القاعدة وينصف القاعدة آخر حاجة العمودي المرسوم من المسلسة المتساوص سقير ينصف زاوية الرأس وينصف القاعدة إحنا كده بنكون خلصنا كل ما يتعلق بالمسلس المتساوص سقير سواء النظرية أو عكس النظرية أو النتائج مع تمانيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بدوام النجاح والتفوق كان معكم الأستاذة فاطمة مصطفى رجب معلم حبيل رياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته